ليلة استثنائية عاشتها كريتر وخورمكسر بمحافظة عدن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بددت هدوء العاصمة المؤقتة وعادت إلى مواطنيها أجواء الحرب التي طو صفحتها باندحار الميليشيا الانقلابية في صيف العام 2015 القصة كما أفاد بيان منسوب لإدارة شرطة عدن بدأت من حي في كريتر وتحديدا بالقرب من مسجد العجل نزاع بين مسلحين وصفتهم بأنهم خارجون على القانون تطورت إلى مواجهات بالأسلحة وتوسعت لتصل إلى السوق الرئيس في كريتر وتثير موجة من الرعب والهلع بين المواطنين تدخلت شرطة كريتر وفضت الاشتباك وأوقفت عددا من هؤلاء المسلحين وأودعتهم قسم الشرطة بالمدينة الأمر الذي استدعى تدخل قياديا في المقاومة تفيد مصادر إعلامية بأن المسلحين تابعين له واشتبكوا مع شرطة القسم ما استدعى استقدام تعزيزات من إدارة الأمن انتهى باعتقال القيادي في المقاومة ونقل الموقفين إلى سجن البحث الجنائي في خرمكسر لكن مجموعة مسلحة لها علاقة باشتباكة كريتر هاجمت مقر البحث الجنائي بقذيفة RBG ما تسبب في إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بحسب معلومات لم يتسنت تأكد من مصداقيتها وعلى الفور باشرت قوات أمنية كبيرة بملاحقة المسلحين في شوارع خرمكسر وسط تضارب في المعلومات بشأن هوية هؤلاء المسلحين الذين تفيد بعض المصادر الإعلامية بأنهم ينتمون إلى المقاومة كما لم تتضح حتى الآن دوافع هذه الاشتباكات وخلفياتها والتي لم تتوقف حتى الآن في ظل تواصل الحصار المفروض على إدارة الأمن رغم أن مصادر في الشرطة أكدت أنها استعادت السيطرة على الوضع الأمني في مناطق الاشتباكات جامعة عدم بدورها اضطرت على ما يبدو إلى تعريق الامتحانات في كلية اللغات الواقعة في خرمكسر على أن تستأنف الأحد بحسب بيان نشر على حسابها في تويتر